مساء الخير مشاهدينا ومساء الخير شافكي وزميلنا أحمد من العراق وأيضا زميل العزيز خالد سكر من فلسطين إحنا في بيت للكل يمكن فرقتنا الظروف السياسية والأمنية وفرقتنا الأحداث والحرب الإرهابية على غزة فاضطرينا من خلال برنامج بيت للكل خلال الحرب على غزة إنه نصور حلقاتنا كلهم في بلده وبالتالي نتمنى أنه تنقشع هذه الغمة وتنتهي هذه المجزرة على غزة ونرجع نتجمع بيت للكل نصور في العراق ونصور في مصر ونصور في فلسطين ونصور في الأردن وأنا أمنيتي بأنه أول حلقة تكون اجتماع إلنا إن شاء الله بعد ما تتوقف هذه المجزرة الجماعية وهذا الظلم على أرض غزة أن يكون التصوير القادم لبيت للكل يا رب في أرض فلسطين الأبية العربية ما كانت فترة سهلة لم تكن ظروف أيضا سهلة بالنسبة إلنا لبيت للكل إنه كل واحد فينا بيصور من بلده لكن أكيد إحنا في إلنا محطات رح نرجع فيها في القادم نتذكر هاي الظروف اللي مرينا فيها ودائما نتطلع للأمال بإنه السلام إن شاء الله سيعم لأنه في النهاية المنتصر هو صاحب الحق في حلقتنا لليوم هي بنوراما نستعرض من خلالها إنجازات بيت للكل ما قدمناه خلال الأشهر والسنة الماضية شاهدنا مصر وهذا التطور الهائل في البنى التحتية والنهضة العمرانية وفي كافة المجالات ما يميز دايما مصر بإنه شعبها على قلب واحد يعني بتحسي هذا في المزاج العام في الشارع العام المصري والأزمة اللي مريتوا فيها ما كانت سهلة اشتستوها وما تحولت لصراع أكبر لأنه في إرادة عند الشعب بإنه مصر لازم تعود للمصريين ولازم مصر تعود إلى الروح المصرية اللي اتحود الشعب عليها وهذا كان سبب من نجاح ومفاتيح نجاح الثورة نفس زرنا العراق وبغداد العاصمة الحبيبة بالتحديد شاهدنا العراق ينهض من جديد وكنا فخورين بهذا العودة للعراق بهذه العودة التي قامت من تحت الحرب ومن تحت الأنقاض لتقول أنا العراق الشامخ هذا المكان عندما نتحدث عن العراق نتحدث عن الشموخ يا أحمد وعندما نتحدث عن شعب صامد وشعب لديه إرادة قوية فإننا نتحدث عن العراقيين فتحية لكل أهل العراق من هذا المكان الرائع اللي في عبق التاريخ والحضارة أما فلسطين فهي حكاية استثنائية فلسطين الحبيبة زرنا القدس ورام الله وبيت لحم زرنا كثير من المدن الفلسطينية كان هناك زيارة لنابلس وبيرزيت وغيرها من المدن الفلسطينية شاهدنا الصمود الفلسطيني الذي عدنا من خلاله لنقول للعرب أجمع ها هي فلسطين التي لن تسقط بالتقادم سلام على فلسطين بما أنجبت وبما قدمت وبما أكرمت أهلا بكم مشاهدينا في حلقة خاصة من فلسطين وبالتحديد من رام الله أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني جئنا هنا لننقل لكم وللوطن العربي أجمع ونتلمس واقع الحياة الفلسطينية